شهر رمضان المبارك خلال الشهر المبارك لتحسين نمط حياتهم لما لها من فوائد عديدة تنعكس بشكل إيجابي على الصحة حيث تمتلئ الأمكن المخصصة للرياضة في مملكة البحرين بممارسي الأنشطة البدنية والرياضية التي تكسب الجسم الحيوية وتحافظ على رشاقته اتتم ممارستها وفقاً للمحاذير والضوابط وخصوصاً خلال فترات الصيام دائماً الناس تحط تارجيت مالها أول سنة ورمضان هم التوقيتين اللي دائماً الناس تعتقد أنه هو الوقت المناسب أن أنا أبتدي فيه على أساس أن أنا أحسن من نمط حياتي أو أن أنا أخسر من جزء من وزني زايد أو أن أنا ألتزم في رياضة معينة فنلاقي دائماً مع بداية رمضان يكون فيه إقبال كبير على أن الناس تمارس الرياضة وتشترك في الأندية الصحية أنسب وقت للتمرين في رمضان تحديداً يكون للشخص السليم اللي ما يعاني من أي أمراض خلل نقول مزمنة أو يعاني من مشاكل صحية أنه يكون على الأقل كالوجبتين خلل نقول أو وجبة رئيسية يكون عندها تمدة بطاقة لكن البعض يفضل في رمضان أنه يتمرن في فترة العصر فترة الصيام قبل الفطور ما فيه إشكال إذا كان شخص سليم شخص ما يعاني من أي مشاكل صحية يقدر يتمرن قبل الفطور بساعة ساعة ونص بشدة خفيفة ما تكون شدة عالية ما فيه أي مشكلة لكن التوقيت الأنسب أنه يكون خلل نقول من بعد صلاة التراويح يكون تفطر الشخص خذ احتياجه من الطاقة اللي ممكن تمده خلال تمرينه بشكل أفضل وللاستفادة من الرياضة الرمضانية بشكل مناسب يجب اتباع نصائح المداربين المختصين واختيار التوقيت الملائم لبدء النشاط الرياضي مع مراعاة نوع الرياضة المناسبة لعمري وخبرة الممارس الرياضة للجميع في النهاية الشخص عنده مساحة كبيرة من الاختيارات أنه يمارس الرياضة التي تناسبه والتي نقول يستمتع فيها على أساس ما يمل بسرعة ويبتعد عنها فما في عمر محدد لأعمار مفتوحة لكن نوعية ممارسة الرياضة أو شدة الرياضة نفسها هي اللي تحكم مستوى الفرد باختلاف أعمارهم في وقت الصيام تحديدا خلينا نقول لو الناس وهمة صايمين العصر مهم أن يكون الشخص ما يعاني من أي مشاكل صحية إذا هو على علم أو معرض أنه يكون عرضه لأي أمراض مزمنة سكر ضغط كوليسترول أو أي مشاكل صحية يبتعد عن ممارسة الرياضة نهائيا في فترة الصيام عنده بالليل بعد ما يفطر ممكن يمارس الرياضة الجميع بمختلف الناس خلينا نقول سواء يعاني من مشاكل أو ما يعاني حتى الناس السليمة يعني تمتلك صحة ممتازة ما ننصح بممارسة الرياضة بشدة عالية في رمضان وذلك لضيق الوقت في أن أنا أعوض المجهود اللي بذلته شلون راح أستشفي من بعد هذه المجهود العالي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تعد أمرا مهما التساعد في فقدان الوزن بشكل أفضل والوعي بنوعية الأغذية وتساهم الرياضة أيضا في تقليل خطر الإصابة بالمشاكل الصحية وتساعد الرياضة الرمضانية في بدء نمط حياة جديد يساهم في خلق حياة أفضل لممارسها ما حذير وضوابط يجب اتباعها خلال ممارسة الرياضة وخصوصا في هذا الشهر الفضيل للبدء بشكل صحيح وتغيير العادات إلى عادات صحية للمحافظة على الصحة الجسدية والعقلية شوقي العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين شوقي العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين